اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله أرسله الله بالحق والهدى مشيرًا ونذيرًا إلى كافة الإنس والجن بده أبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى أن تقوم القيامة وقول مولا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله إن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم وأرسل إليهم إمام المرسلين وخاتم الأنبياء فداه أبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أيها المسلمون إن هذه الأمة لها فضل عظيم على سائر الأمم لوجود محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إنها أمة الله تبارك وتعالى رفع شأنها به وأنزل إليه أحسن الكتب وأجلها هو القرآن الكريم الذي يتلى إلى أن تكون مساء هذا النبي الله تبارك وتعالى رفع شأنه ما كان يدعوه اسما كرما للنبي عليه الصلاة والسلام جعله أن يكون سيدا للأولين والآخرين من البشر وهذا النبي رحمة للعالمين وما رسلناك إلا رحمة للعالمين والله أصنع عليه وجعل خلقه من أحسن الخلق وأتمها وأجلها وجعل له أدب مرتفع هذا النبي هو الذي أبرنا أن نتبع وإنك لا ألا خلق أذين لقد كان لكم في رسول الله أصوة هسنة لمن كان لرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا النبي من أطاعه دخل الجنة ومن أساء له دخل النار ومن أطاعه دخل الجنة ومن أساءه دخل النار ويقول مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى أولئك الذين أن أمن الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك الذين أولئك الذين اتبعوا هذا النبي وأطاعوه مكانهم شرف يوم القيامة أيها المسلمين إن الأخلاق أمر يجب للمسلم أن يكون لخلق كريم أن يكون عالم أن يكون خاش أن يكون عابد كل ذلك في حيات النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكر بنفسه وإني لأعلمكم بالله وأشبدكم له خشية وأشبدكم له خشية هو أعلم لأن الله يوهى إليه إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى إبراهيم إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوه والنبيين من بعد فالوهي علم النقي صافي من الله تبارك وتعالى وقال أوتيا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك من مطاعه دخل الجنة ومن أساه في النار ولذلك علينا جميعا أن نفكر في اتباع وما يطير الرسول فكان أعطاء الله وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم أنه فانتهي واتقوا الله إن الله شديد لك وكان الصحابة يتبعونه في كل شيء في كل شيء أما أمرنا اليوم الزعب فيها كثير الزعب فيها كثير الإدعاء لحب النبي فيها كثير ولذلك علينا أن ننكره دوما وأبدا ما كنا أحيا في كل ساعة في كل ساعة بل في كل دقيقة بل في كل ثواني يبغي أن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام الله أحبه حتى جعل في الآذان الذي يدع إلى الصلاة لابد أن يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله وإندما تصلي من أكبر إبادات إبادة التوهيد لابد أن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصنع الصلاة بل أعذب الكلمة كلمة التوهيد لا تترم إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام إندما يسلم الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا الرجل المبارك الطيب لم يكن من قبل مثله ولم يكن في وقته مثله ولا يكون مثله إلا أن تقوم الصحاب أمت النساء أن تلل لمسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فضل أتاه إياه الله تبارك وتعالى ونان في فضل أن نتبهه ونظم به ونحبه ونتمثل بسنة الطاهرة الطيبة الشريفة كان كريما يُعطي ولا يكشى الفقر عن عنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا أعطاء ما تسألوا أي شيء إلا هو يُعطيكا كان كريما كلمه واضح بين الصحابة ولذلك جاءه الرجل فأسلم فآتاه النبي عليه الصلاة والسلام واد القنم بين الجبلين القنم واد القنم بين الجبلين آتاه كلها إنما أسلم فذهب الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلم فإن محمد صلى الله عليه وسلم يُعطي أطاء من لم يكشى الفاقة والفاقة الفقر يُعطي الأطاء من لم يكشى الفاقة اليوم تجد أغنياء في القمة في الغنا ما يستطيعون أن يسائدوا الفقراء بل لا يستطيعون أن يسائدوا أقاربهم بل لا يستطيعون أن يكدبوا ما يكونه هؤلاء هذا عيب أن تكونوا في هذه الأمة هذه الأمة أمة الكرم وكان نبيه كريم كريم في وجهه كريم في كلامه كريم في تعاونه كريم في أطاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أتيت في الإبادة كان أعبد الناس شهده البشر أن أعيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يعني في صلاة إذا قام صلى حتى تتفطر رجلين حتى تتفطر لجل يعني رجلين له تتفطر من أجل مكيابه في الصلاة قالت آيشة يا رسول الله أتسمع هذا وقد قفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال يا آيشة أفلا أكون أبدا شكورا اذكروني أذكركم واشكروني ولا تغفرون هذا النبي ينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى ألا أن كنا في أمته أمة الرحمة أمة الأطاء أمة الكرم أمة الإبادة أمة الصيام أمة القرآن هذه الأمة لا ينبغي لأي مسلم أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فراقا ينبغي أن تكون طاعة المطلق للأسف الشديد مع هذا الكرم ومع هذا الشرم الكثير يميلون إلى غيره يميلون إلى غيره فألينا أن نسجد وألينا أن نفكر وألينا أن نعلم أن النجاح كل النجاح في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نتوحب في ذلك نتبعي سبيله وكان رسم للصحابة هذا السبيل وكال وأن هذا صراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فيتفرق بكم عن سبيلي ذلك موصاكم به هذه الوسية من النبي على أن نكون أمة واحدة أمة تهتم وتعريم صد هذا النبي وتتبعه في كل شيء أيها المستمعون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حتى توفاه الله يدعو لهذه الأمة يدعو هذه الأمة ولذلك إذنما يرفعه الله يوم القيامة والجميع يقولون نفسي 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 والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي 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 هذه الأمة هو ينفقت فينا كثيرا ويدمع لنا كثيرا ولماذا ولماذا لا نكون تابعا له ولماذا نمنع عن فشنا هذا القضل أيها المستمعون والقرام هذا النبي الأمي رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السباوات والأرض لا إله إلا هو يكي وميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لأن لكم تهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن الأذين ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي فضل هذه الأمة وأرسل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه مرفوح شعن إن الله وإن البشر والجن والملائكة لأن الله يصلي عليه والملائكة يصلي عليه والمؤمنين كذلك مع ذلك تجد الذين يمكرون على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته والمكة آن بدأ الدعوة أبدا إلا قليل ومكروا له وإذ يمكر بك الذين كفروا ليسبتوك أو يقوموك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهذا دفاعا للنبي عليه الصلاة والسلام من الله تبارك و تعالى وقد شن عليه بالجنون والله رج عليهم واليوم ذلك الماكرون الفرنسي الكافر الملهد الذي طعن في شعن النبي عليه الصلاة والسلام له أجداد سبقوه في ذلك وهم في النار وهو كذلك اتباع إن لم يتوب إلى الله فألا الأمة أن تعلم هؤلاء سيبقون إلى يوم القيامة والذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام سيستمرون إلى أن تكون الصلاة والسلام فالصراع بين الكفر والإسلام مستمرة فإذا أنكروا عليه فقد أنكر عليه الذي سبقوهم في الكفر والنفاق أما معناه فحبنا له اليزداب دوما وأبدا فليألم ذلك فرنسي الكافر أن الذي رعاه في الدنيا من المظاهرات كليلا أما الأذاب تنتظره يوم القيامة وأعوانه ومن كان على نهجه وملته فلا يجرنا ذلك الشيئا يا أيها المسلم ذلك لا يجرك الشيئا لأن حبك للنبي سيد ذات وأنتم تعلمون أن في فرنسا هذا لزهم هادثة والبلبلة والمظاهرة من أجل ذلك وقد تكلم الكثير من الأولماء على منابرهم في الجمعة الماضية واليوم وسيستمر إلى أن تقوم القيامة رجا على هؤلاء وصميتم بوفاة إمام لنا إمام أبدالجليل دابو رجل لا نذكيه على الله ولكن نرفع آيادين إلى الله أن يأفو أنه يكفر له ويرحم ويرحم من قبله من المسلمين يا أمام أسجرما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا